إذن مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه السبعين ترتفع حصيلة الشهداء والمصابين جراء الاعتداءة الإسرائيلية على القطاع يوماً تلو الآخر بحسب المرصد الأورم التوسطي لحقوق الإنسان فإن إسرائيل قتلت نحو خمسة وعشرين ألف فلسطيني من بينهم حوالي عشرة ألاف طفل وذكر المرصد أن إحصاءاته الأولية تفيد بأن 92% من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين بواقع 9643 طفلاً و3109 من النساء و210 من الكوادر الصحية إضافة إلى 83 صحفياً وأفاد المرصد بأن مليون وثمانمائة وخمسين ألف فلسطيني نزحوا من مناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر أي ملجأ آمن لهم في وقت دمرت غارات إسرائيل نحو 63 ألف وحدة سكنية كلياً وما يزيد على 172 ألف وحدة سكنية جزئياً وأضاف المرصد أن إسرائيل تعمدت ولا تزال تتعمد في إلحاق تدمير وأضرار جسيمة بمرافق البناء التحتية في قطاع غزة شملت استهداف 286 مدرسة و1356 منشأة صناعية و124 مرفقاً صحياً إضافة إلى 140 من المقار الصحفية تما أشار المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل تصر على تصعيد جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين بغرض دفعهم للتهجير القصري بما ينتهك القانون الدولي ويرتقي أيضاً إلى جريمة الحرب فضلاً عن ذلك وثق المرصد شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقال عشوائية طالت أكثر من 1200 من المدنيين الفلسطينيين من مناطق مختلفة في قطاع غزة عقب اقتحام منازل ومدارس تحولت إلى مراكز للإيواء وذلك لآلاف النازحين كما لفت المرصد إلى تعمل جيش الاحتلال نشر مقاطع فيديو وصور صادمة وحاطة للكرامة الإنسانية للمعتقلين الفلسطينيين وهم شبه عراه ومعصب العينين بحراسة جنود إسرائيليين تمهيداً لقيادهم في حافلات عسكرية إلى أماكن مجهولة المعارك البرية تحتدم في عدة محاور مختلفة في قطاع غزة واشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي مع استمرار عمليات القصف من شمال القطاع إلى جنوبه محاور القتال في الشمال تتركز في مناطق جباليا والشجعية الشجعية تلك المنطقة التي كانت شاهدة على دراوة القتال وفي الوقت ذاته صمود المقاومة بل وتكبيدها لاحتلال خسائر وبدى ذلك جلياً في كمين الشجعية الذي نصبته المقاومة لجنود الاحتلال ما أدى لمقتل عشرة من لواء جولاني بينهم قائد كتيبة أما في وسط القطاع فقد أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها اشتبكوا مع عشرة جنود إسرائيليين من نقطة الصفر في منطقة جحر الديك وفي جنوب القطاع تشهد منطقة شرقي رفح اشتباكات هي الأعنف منذ بداية الحرب والتي دارت رحاها خلال الساعات الماضية وهو ما يعني مقدمة لبدء العمليات العسكرية في منطقة رفح بعد توغل القوات الإسرائيلية لمنطقة خان يونس من محاور عديدة